وأحوال المأموم مع إمامه أربعة أولها أن يسابقه فيسجد قبله ويركع قبله ويرفع من الركوع قبله وهذا صلاته باطلة ثانيها أن يتأخر عنه تأخرا شديدا وهذا صلاته بين البطلان والحرمة لتأخره عن الإمام فلا يركع عقب ركوع الإمام ولا يسجد عقب سجود الإمام وإنما يتأخر تأخرا شديدا الحال الثالثة أن يوافق الإمام ويكون معه فإذا كبر كبر معه وإذا سجد سجد معه وإذا ركع ركع معه وإذا رفع رفع معه وهذا فعله مكروه الحال الرابعة من أحوال المأموم مع الإمام أن يتابعه في أفعاله وهذا هو الذي جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد الحديث